اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم واحد جرد الكلمات الآتية من أحرفها الزائدة ثم رتبها بحسب ردبة حرفها الأول في الحروف الهجائية الكلمة غنجة الكلمة بعد تجريدها غنجة الترتيب الثالث تتقازف الكلمة بعد تجريدها قازفة الترتيب الرابع البحارة الكلمة بعد تجريدها بحارة الترتيب الأول السعن الكلمة بعد تجريدها سعن الترتيب الثاني في الأحرف الهجائية اتنين استبدل بما تحته خط كلمة أو عبارة تؤدي المعنى ذاته أو قريبا منه أبحرت فوق الأزرق المالح خشبة الغنجة نقول أبحرت فوق البحر سفينة الغنجة عاد ظهره أضعف بكثير من أن يتحمل الجلوس على ظهر الناقة وهي تنوس يمينا وشمالا نقول أصبح ظهره أضعف بكثير من أن يطيق الجلوس على ظهر الناقة وهي تتمايل يمينا ويسارا وهي تتقازف فوق المياه الضحلة قدام ساحل البلدة نقول وهي تلقى فوق المياه القليلة أمام ساحل البلدة ثلاثة المفردات والعبارات الآتية تنتمي إلى معجم البحر أو إلى معجم الصحراء صنفها في الجدول بحسب انتمائها شواطئ التلال الأزرق المالح الهضاب الغنجة الوسطاد الأودية ترسو الصحراء البحارة البياح ساحل الناقة سفينة المياه الضحلة النوارس الصواري الخب الشاشة حواري قافلة نوخزة تكوير معجم البحر الكلمات التي تنتمي إلى معجم البحر هي شواطئ الأزرق المالح الغنجة الغنجة الوسطاد ترسو البحارة البياح ساحل سفينة المياه الضحلة المياه الضحلة النوارس الصواري الشاشة هواري نوخزة تكوير أما الكلمات التي تنتمي إلى معجم السحراء هي التلال الهضاب الأودية السحراء الناقة الخب قافلة أحلل النص واحد اقرأ الفقرة الأولى من النص ثم حدد العناصر الآتية الزمان هذا الصباح المكان شواطئ محوت الشخصية الرئيسية مبخوت الحدث الرئيسي إبحار السفينة شانتي اتنين املأ بطاقة الإبحار الآتية للتعرف على شانتي بطاقة إبحار سفينة الاسم شانتي النوع خشبة الغنجة المالك مبخوت الصانع أو الوستاد منصور مادة الصنع خشب الساج الحبال من ألياف من شجرة جوز الهند الانطلاق من محوت الوجهة واحد إلى مدينة صور الوجهة الثانية مدينة جوة على سواحل الهند ثلاثة وصف الكاتب في الفقرتين الثانية والثالثة مشهد الرحلة قبل انطلاقها ألف كيف كان المنظر العام قبل الإبحار؟ البحر السماء الطيور البحارة المودعون بالنسبة للبحر سقطت عليه أشعة الشمس السماء تناثرت فيها قطع السحب الطيور انتشرت في السماء صادحة بأصواتها العالية البحارة كانوا فرحين ببدء الإبحار المودعون كانوا في حالة قلق مما ينتظر أحباءهم من مجهول بأ أي شعورين الآتيين ينتابك وأنت تقرأ وصف الكاتب للمشهد قبل الإبحار ولماذا؟ أنت مطمئن على البحارة وسفينتهم؟ أم أنت قلق بشأنهم؟ الإجابة هي أن أقلق عليهم لأنهم مقبلون على رحلة محفوفة بالمخاطر أربعة مبخود صاحب السفينة شانتي لم يسافر إلى صور على متنها بل اختار أن يذهب عبر الصحراء ألف ما وسيلة النقل التي استخدمها؟ ناقته عفراء با من رافقه في رحلته؟ معاوناه جوهر وغاسي وابنه الأصغر علي جيم كم استغرقت رحلته؟ ثلاث ليالي ما المحطات التي مر بها؟ الغطن، شنة، راس رويس، قرون، رأس الحد، خور البطل ها ما سبب اختياره طريق الصحراء بدل السفر مع البحارة على السفينة؟ ليجري الاستعدادات اللازمة لاستقبال السفينة شانتي ويدعو أهالي القرى ومن يقابله في الطريق إلى مشاركته أفراحه في سور بتكوير السفينة شانتي خمسة في الفقرة الخامسة وصف دقيق لشخصية مبهوت ألف اقرأ المقطع الوصفي الذي يقدم صفاته المعنوية با استخرج من الفقرة صفاته الخلقية السن تجاوز الستين الصحة أصبح بطيء الحركة وأضعف من زي قبل الملابس دجداشة بيضاء وعمامة كشميرية بنية اللون ستة وصلت سفن مبخوط إلى الهند وكينيا وموانئ الخليج والإسكندرية على ما يدل ذلك؟ يدل ذلك على خبرته بركوب البحر وتصاريفه سبعة لو كنت في مكان مبخوط أي الرحلتين كنت ستختار الرحلة البحرية على ظهر شانتي أم الرحلة البرية على ظهر الناقة ولماذا؟ أختار الرحلة البحرية لأنها لا تحتاج إلى مجهود بدني كبير بالمقارنة بالرحلة البرية أنشئ جملتين تبدأ كل منهما بزمن ثم مكان ثم حدث رئيسي وفق النموذج الآتي الزمان هذا الصباح المكان من شواطئ محوط الحدث أبحرت فوق الأزرق المالح خشبة الغنشة الزمان، يوم الشمعة، المكان على شاطئ البحر، الحدث، لعبته مع أصدقائي الزمان، الأسبوع الماضي، المكان في المدرسة، الحدث، كرم مدير المدرسة الطلبة المتفوقين اتنين، وظف ما تراه مناسبا من الصفات الآتية لتسري بها وصفة شخصية مبخود فارع طول، قصير القامة، شعره أسود فاحم، عيناه بنيتان، عيناه زرقوان، أسنانه بيضاء ناسعة منتظمة أفقده الزمن أسنانه، وجهه مستطيل، وجهه مستدير، أنفه طويل، أبيض اللون، حنطي اللون، حاجبه كسيفان تجاوز مبخود الستين من عمره، فارع الطول، كان لابسا لجداشته البيضاء، وعمامة كشميرية، بنية اللون يرتديها أول مرة عيناه زرقوان، أسنانه بيضاء ناسعة منتظمة، ووجهه مستدير، حنطي اللون، وحاجباه كسيفان ابحث في إطار مجموعتك عن صور لسفن ومراكب عمانية تقليدية، ثم اكتب تحتها أسماءها والمنطقة التي تشتهر بها هذه مجموعة من صور السفن أول صورة سفينة البغلة وتشتهر في ولاية صور الغنجة هي صورة المركب الثانية وتشتهر في ولاية صور الصورة الثالثة، صورة الصنبوق، وأيضاً موجودة في ولاية صور الصورة الرابعة، صورة سفينة البدن، وأيضاً موجودة في ولاية صور وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس، ولا تنسوا أن تدعمونا بالضغط على لايك للفيديو ومشاركة الفيديو لكي تعم الفائدة، وكتابة تعليق أسفل الفيديو، والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس شكراً لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة